بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا عزيزي المشاهد على طول بتدور على حاجات تزود الوزن. اتكلمنا قبل كده وكزا مرة مش مرة واحدة عن حاجة اسمها داي جونورم. وقلنا داي جونورم ده جماعة موجود في الصيدلية البشري. سعره عامل خمستاشر جنيه. كام سنت على اللتر بنحط منه اتنين سنت على اللتر. كام مرة في الاسبوع بنستخدمه تلات مرات في الاسبوع او اربع مرات في الاسبوع اسمه داي جونورم في الصيدلية البشري. اتكلمنا عنه قبل كده كزا مرة. انا قلت المعلومات في عجالة وبسرعة جدا. طيب اللي حابب بقى يكمل معايا ويستفيد معلومة جديدة. وفعلا يعلي معايا الوزن. يسمع الفيديو بقى ده للنهاية. لو انت سرقت المعلومة او داي جونورم اتنين سنت على اللتر من الصيدلية البشري اطلع اجري بقى من الفيديو. لا 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 مش كده خالص. في نقطة يا جماعة مهمة جدا ما بنخدش ملة منها. انا اصبت ان انا اقول كله المعلومات. فاول عشرين ثانية بحيث يبقى الناس كلها المعلومات واضحة بالنسبة لها. لكن بقى اللي يستنى معايا ويسمع الفيديو الاخر ده اللي عاوز يفهم واللي عايز يعلي مستواه واللي عايز يطلع الوزن عالي فعلا. ركز معا بقى كده في الكام كلمة اللي هقوله مجيين دول. عزيز المشاهد انت دايما وعلى طول بتعمل خلطات وعملت دور على الخلطات وتسمعني وانا بقى نزل لك خلطات جديدة وحاجات جديدة نشتغل بها ان احنا نرفع الوزن. انت بتدور على الوزن ليه? عشان الوزن العالي هيديك ما اكسبه ربح. طيب انا وزن عالي طيب انا ممكن ما اوصل الوزن عالي ده بتكاليفة عالية. يبقى انا كده ما استفادش حاجة. لكن انا عندي في قناة اليوتيوب بحاول افهمك ووصل لك احنا ازاي نوصل لوزن عالي بقى قل تكاليف بوسطة الخلطات اللي انا بنزلها لك. بس في تركة بسيطة يعني الناس ما بتخدش بلع منها. جميع الخلطات اللي انا بعملها لك مش هتجيب اي نتيجة لو انت مش مهول مكان كويس. لازم يكون فيه تهوية وانتشار في المكان. لو مهول مكان كويس هتلاقي فيه انتشار هتلاقي فيه حيوية اكل وشرب واللي نايم واللي بيشرب فيه انتشار وفيه يعني عاز اقول لك تخش على الفراخ تتبسط ويبقى انت فرحان. طيب الحاجة التانية الفرشة. نيجي نبص كده مرة واحدة كده على الفرشة اللي انا علي عندي. بص كده شاية الفرشة. هل الفرشة فيها نسبة رطوبة عالية? هل الفرشة فيها بلالان? طب بص جمي السقاية. شايف جمي السقاية عامل ازاي? هل فيه بلالان? هل فيه دنيا خمرانة? فرشة خمرانة مفيش مفيش. يبقى ايه? اهتم بنضافة الفرشة اول باول? طب خمرانة مسلا مية او فرطوبة عالية. شوية تبنى هوا? بس كده. كده انا زبطت الفرشة. طيب. الحتة دي طيب يا جماعة? خمرانة مية خالص. بتجيب مية مية يعني. اشيلها خالص. واحط مكانها شوية تبنى كده. لكن مش تغير الفرشة كلها. دي كده ايه? في عجالة. طب الحاجة اللي بعد كده. التهوية. سم التهوية. سم التهوية. لو انت بتهول الفراخ. والفرخ واخد كمية اكسوجين. كويسة وممتازة بالنسبة له. اللي هيمنع ان هو يديك وزنة عالي وحيوية ومناعة عالية. المناعة العالية دي كل حاجة. بمعنى ايه? انت لو بتربي فرخ من عمر يوم زي ما انا معاودكو كده. ان احنا نعلل المناعة بتاعته. فلو المناعة عالية. مفيش امراض. مش هاصل فلوس ادوية. التحويل العلف هيبقى فوق الممتاز. الوزن هيبقى ممتاز. كل ده ليه? عشان المناعة عالية. يبقى مرات في الاسبوع او تلات مرات في الاسبوع. من بعد العمر سبعة ايام. من بعد عمر سبعة ايام استعملوا اربع مرات اسبوعيا. اتناشر ساعة اتنين سنطة على لت. ده من الصادرية البشري. صاره عام ستاشر جنيه تقريبا. هجيب بقى نتايج عايز اقولك مش ممتازة. فوق فوق الممتازة. وزبط التهوية. الفرشة. التهوية. الفرشة درجة الحرارة. ودعيل دعبة طيبة من قلبك. والله يبارك لك يا دكتور محمد. ربنا وفاك. والفيديو الجاي. ركز بقى. عامل لك خلطة. توفير في العلف. هنوفر في العلف. وده ازاي ده هيبقى عنوان الفيديو الجاي. لو عاوز تسمع الفيديو الجاي. تحت الفيديو عزيزي المشاهد. هتقى كلمة اشتراك باللون الاحمر. اضغط عليها واشترك معاها واخبط لايك جميل. ودعلي دعبة من قلبك. وفي عشر سوان وقتك هقول لك انا عامل لك عرض سمع عرضي متابعة. بتابع فيه دورة فراخ بتاعتك. من عمر يوم. لحد البيع. انت بتكلمني كل يوم في التليفونة. وانا بكلمك. وعا الواتس بنصور فراخ في فيديو تبعتها لي. يوميا بنتابع مع بعض. وده بيكون بمقابل مادي. بسيط جدا. لو حابب تشترك مع فرد المتابعة. كلمنا على رقم الواتس اللي زره قدامك على الشاشة. عزائي وعزائي مشاهدين. اتمنى لك التوفيق. واتمنى لك مش تعمل خلاطات وخلاص. اهم من الخلاطات التهوية الفرشة الحرارة. والفيديو الجاي. هنعمل خلطة للتوفير. فاتمنى لجميع التوفيق ما تنساش الصلاة الحبيب واللايك تحت الفيديو. تشترك معايا وتدليدها وطيبة عزائي مشاهدين لا تنساش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.